الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين لبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فبمناسبة هذا الزمان الذي أظلنا فيه شهر رمضان مع وجود هذا الوباء الذي عم الأرجاء فإن ذلك يستحث الفكرة للتأمل ويشير بإصبع نحو النفس لأن النفس إذا وعد قبلتها كانت أقدر على التميز بالصلابة النفسية وأقدر على التكيف أمام الضغوط وأمام الكروب بل وأقدر على التصبر وتصبير من حولها والنفس حينها ستكون أقدر على التفاؤل وحسن الظن بالله بهذا القاموس الوضيح نواجه تجهم الأرجاء وعموم هذا البلاء والوباء هذا القاموس الذي يتميز بأحرف من نور الفائل حسن الظن التفاؤل إذ سرعان ما يبدد الله عز وجل هذه الظلمات كلها بفرج من عنده قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب صحيح أننا مع الحجر رجعنا إلى منازلنا رجعنا إلى نفوسنا فتقاربت ورجعنا إلى أسرنا فتآلفت ورجعنا إلى مجتمعاتنا فتعاضدت وتعاونت فيما تحتاج أن تتعاون فيه وهذا يشير أيضا إلى تلك التحية التي نرفعها للوالدين والأم على وجه الخصوص لأن الجميع رجع إلى مملكتها فأولئك الأطفال والمراهقين الذين كانوا يلعبون ويلهون ذات اليمين وذات الشمال بكل حرية تغير برنامجهم لذلك فهم جديرون اليوم إلى أن نلهو معهم إلى أن نلعب معهم إلى أن نشاركهم تعلمهم فإن ذلك مفيد لهم ولنفوسهم كذلك أولئك الشباب لا بد أن نفتح معهم حوارات باسمة ونشاركهم تعلمهم ونشاركهم حتى حواراتهم مع أصدقائهم ليكونوا أكثر ثباتا أمام هذه الضغوط ويكونوا أكثر قدرة على الانطلاق وعلى الانبعاث بعد انجلاء هذا الوباء إن هذا الأمر الذي تقلبت وتتقلب فيه نفوسنا ونفوس الأطفال والمراهقين والشباب من خير وشر بين هذه الثنائية بين صحة ووباء هو خير لنفوسنا لأنه يروضها على القدرة على التكيف مع هذه الأحوال ومع هذه الضغوط بل يزيدها قدرة على أن تتزكى فتكون للطاعة ألزم وعلى الدعاء أثبت لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ولا بد أن نرفع التحية هنا لمنظمة الإسسكو ونشكرها على هذه المبادرة التي تمثلت في بيت الإسسكو الرقمي والثقافي وما تضمنه من مبادرات تربوية واجتماعية وإنسانية مختلفة لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بالبشرية جمعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر